هيا يا أطفال هيا نماتيا وقوم بحصتنا من سحل وتهنيج ودوما تسلينا طبيقة كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلوموا إلينا الضمو أعمو يا زي أرغضوا والشاطر يوطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العبق أعمو يا زي سعالوا هلوموا إلينا الضمو أعمو يا زي مساء الخير يا أطفال وشهركم هاكم الشابين بهذه الرسومات الكامل إذن مرحبا بكم يا أطفال كما تصلنا بكم بالهاتف وجيتوا وحضرتوا معنا أنتم تاني أعزائي الأطفال ليراكم تشوفوا فينا معلكم إلا توجهوا لأنترنت موقع عمو يا زي بونت كوم وتسجلوا بهذه الطريقة بش تحضروا معنا إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح لأنترنت تكتب عمو يا زي بونت كوم تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بيك إذن لما تسجلوا يا أطفال نطلب منكم شوية الصبر لأنه التسجيلات كثيرة وأحبانا الأطفال بزاف حابين يحضروا معنا حانتان يحبيكم كامل جو ولكن شوية على الصبر ورح نتصلوا بكم كامل يا أطفال في هذه الفترة هذه كين مناسبة مناسبة مهمة 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 جدا هو اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون تعرفوا طبقة الأوزون هي الطبقة اللي تحمي الأرض لحول الأرض تحميها من الأشعة الضارة إذن هي مهمة جدا وكين بعض المواد اللي الضر هالطبقة الأوزون إذن في سنة 1994 بمدينة موريال بكندا كل دول وقعوا على اتفاقية أنهم ينقصوا ولا ينحيوا كامل هاد المواد الضارة بطبقة الأوزون يا أخي وأنا من بعد رأيدي لكم أغنية مفاجأة لهاد المناسبة هذه في بداية كل حصة كل معتد نطرح عليكم لغز تحبو الألغاز؟ تحبيش ألغاز؟ شوية إذن الألغاز عبدا أنتم ما قاعد تحبو الألغاز لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي يطلبه الناس إذا غاب ويهربون منه إذا حذر؟ هو عيد اللغز ما هو الشيء الذي يطلبه الناس إذا غاب ويهرب منه الناس إذا حذر؟ داكور إذا فكروا فيه لغاية نهاية الحصان توبا والأطفال اللي رمي يشاهدوا فينا وبإمكانهم الإجابة على اللغز عن طريق موقعنا الأنترنت بهذا الشكل إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد إذا فكروا إلى غاية نهاية الحصان تموزوا ملعنا الأطفال لما يشوفوا فينا وأنا رايح نطلب من إكرام أنها ديرنا بحث عن شخصية مهمة في تاريخ كفاح الجزائر إذا راح نتعرفوا اليوم على المرحوم محمدي السعيد تفضلي تفضلي إكرام مزاء الخير يا أطفال اليوم جيت نحكي لكم على حياة شاهد محمدي السعيد محمدي السعيد من موليد 27 ديسمبر 1912 بضواحي الأربعاء ناثر ثن بولاية زيوزو التحق بثورة التحرير الجزائرية سنة 1954 وأصبح يعرف بي سي ناصر وكان له شرف المشاركة في مؤتمر الصومة حيث عينينا عضو بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية في سنة 1958 عينينا مسؤولا عن لجنة التنظيم العسكرية واستدعته الحكومة الجزائرية المؤقتة لتولي قيادة الأركان في أكتوبر 1958 في بداية الاستقلال كان وزير دولة في حكومة مؤقتة ثم عينينا عضوا في المكتب السياسي ثم نائبا لرئيس الجمهورية ثم وزيرا للمجاهدين وضحايا الحرب في سبتمبر 1962 ثم عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني الجزائرية في أفريل عام 1964 تم تعيينه كعضو بمجلس الثورة وبعد أحداث 5 أكتوبر عام 1988 اجتمع إلى الرئيس جدلي بن جديد رفقة الأخضر بن طوبال وآخرين ليقدم عارض تحمل توقيع 17 مسؤولا سابقا في جيش تحرير الوطني الجزائري للمطالبة بعقد ندوة وطنية لتحديد مفهوم الإصلاحات الديمقراطية وتوفي رحمه الله في 6 ديسمبر عام 1994 شكرا 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 إذا يا أطفال وش هي الحاجة اللي لازم نحميها بالتشجير تعرفوها؟ لماذا نقوم بحملة التشجير؟ ماذا نحمي؟ نحمي الأرض وش نحمي؟ البي وش نحمي؟ وش نحمي؟ المدينة المدينة حتى تكون جميلة البيئة البيئة برافو اسمك بنتي؟ لينا وين تسكني؟ في بوروبة في بوروبة الله يبارك الله يبارك الله يبارك إذا عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها نحمي بيئتنا فيها سلامتنا وش حبي تقول لي؟ غنية غنية تعال بيئة تغني معيها يلا نغنو كامل مع بعض نحمي بيئتنا فيها سلامتنا سلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا يلا هتغنو كامل نحمي بيئتنا فيها سلامتنا سلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا نحمي بيئتنا فيها سلامتنا سلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا نحمي بيئتنا فيها سلامتنا سلامتنا سلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا موسيقى نقوم بحملة تشجير ونلبسها كل أخطرة وجاملها باهي يصير يجلب يسلب النقرة يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة نحمي بيئتنا فيها سلامتنا سلامتنا سلامت كوكبنا وأرضنا لو نحمينا نحميها تحمينا موسيقى النضافة من الإيمان والإيمان من النضافة صح ضميرك يا إنسان الوقاية أحسن وصفة نمحي ضرمها أحسن وصفة نمحي ضرمها بألوان حتى تأتي بها وتصفة نحمي بيئتنا فيها سلامتنا سلامتنا سلامت كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا موسيقى 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 نحمي بيئتنا فيها سلامتنا سلامت كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا نحمي بيئتنا بيئتنا بيها سلامتنا سلامتنا سلامت كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا نقوم بحملة تشجير ونلبسها حل أخطر وجاملها باهي يصير يجلب يصدف النقر نقوم بحملة تشجير ونلبسها حل أخطر وجاملها باهي يصير يجلب يصدف النظر يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العذرة يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العذرة برافو 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 يعطيكم بالصحة يا أخبال عجبتكم الأغنية إذن حماية حماية البيئة هي مسؤولية الجميع مسؤوليتنا كامل يا أخي إذن بالتشجير لازم نغرسوا الأسجار لازم نحاربوا التلوت ولازم تاني نردوا بالنا باش منوسخوش ما نرموش الكوارت لازم نرفضوا الكارت إذا كان في الورد يا أخي تفضل أروح كلي وش حبيت تعال 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 يوسف اليوم جبنا الشعر يتكلم عن العلم العلم هو نور والجهل هو إذن نرحبوا كامل بيوسف في هذا الشعر تفضل يوسف مرحبا يا أطفال ديتليوم نقال لكم شعر اسمه العلم العلم سعي الفتى للعلم عبادة وغاية توصلك إلى السعادة لأن في العلم صراح الكون والله للعلماء خير عون لأن العلم هو سلاحك المتين قوي حريص لا لا يلين نصباح ينير لك الحياة يبعدك عن الجهل والظلمات تعلم تعلم يا فتى بكل جدارة بجد وكد ومتابرة ستصبح طبيبا يذاوي المردى وأهلك بالطبع عليك يردى مهندسا كبيرا يشيد المباني طيارا محاميا أو فناني فسطر حياتك بكل جدارة بالعلم والعلم لك اعتبارة برافو 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 يوسف برافو برافو يوسف تكسحة 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 هذه الكلمات القيمة هذه وش رأيكم دركة تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم خلاص نروحوا دركة نكلموا ونعايتوا كامل ونرحبوا به عمو نوردين اللي جينا من مدينة تيارت إذا عمو نوردين مرحبا بك مرحبا بك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم اشتركوا في القناة 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 وعنده ولده كانوا جعانين عباكم بالأب والأم والاكي يكونوا ولده جعانين يحب دايما نجيبهم الأكل لأنه يحبوهم ما يحبوش يكونوا جعانين يا خي خرج هذا النصر قال لنا لازم نجيب لولادي أكبر سمكة راح للنهر وقعد من الفوق هكذا يحوس على أكبر سمكة ما حبش يعني يصطاد سمكة صغيرة على قصولة وقعد يحوس على أكبر سمكة وبعد جاء واحد الطائر يرفيت هكذا يقلوش راك دايما يحوس على أكبر سمكة لولادي قالوا بصحة علاش قالوا ممكن أنك تاخد سمكة صغيرة على حسابك يأكلوا اليوم وغدوها ربيع ملتاوي قالوا لا 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 أنا نحب سمكة كبيرة من الأكبر ما يكون وكذا قالوا ورد بارك قالوا إذا كانت تحب حويش كبار هكذا ماكش قادر لهم قادر يكون عندك مشاكل وكامل قالوا لا لا أنا عارف وشانين دير أنا أنا النصر وأنا روح نصطاد أكبر سمكة أكبر سمكة بعد كي رحل النار شاف سمكة كبيرة بعد حاول أنه يأخذ هذه السمكة ولكن هذه السمكة كانت كبيرة كل ما يطلحها هكذا تعاو تهبط كل ما يطلح هكذا تعاو تهبط ما قدرش يطلحها هكذا وتكسر تكسر قاع الجناحتها وتكسروا لأنه كان دائما في صراع ما هذه السمكة هذيك يحبي يطلحها هكذا وهي ما تحبش بعد ترجع للماء بعد يطلحها بعد ترجع للماء تكسر كامل وبعد طاح هكذا طاح على جنب النهر هكذا وبعد جه هذك الطائر قالوا شفت قالوا قلت لك قلت لك شوف سمكة صغيرة ونتو حبيت سمكة كبيرة 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 وأنت ما قادرش ما باتش بدها من النهر عمو يازيد نستخص من الحكاية أن قليل يكفي خير من كثير يفنى بالضبط 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 بوبي عندو حكم جميلة في الدنيا هذي واش يقولوا القناعة كنز لا يفنى الإنسان لازم يكون قنوع يا أخي دائما الإنسان يقنع بواش يكتب له ربي يا أطفال شكولي عندو نكتة جميلة جي حكي هنه شكون تعالي بنتي أرواحي تعالي 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 أرواحي بعد يقدامي واسمك صوفيا صوفيا وشين نكتتك صوفيا كان واحد أطفال شكولي عندو نكتة أخرى تعالي نروح واسمك تعالي ميليسا ميليسا حكينا نكتتك ميليسا غنيا غنيا يلا هيا نلعب قبل المغرب أمسي تكفي اجري خلفي أبعد عني أقرب مني نشد اسمك شغل عقلك برافو برافو شكولي عندو نكتة جميلة تعالي 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 يلا تفضل واسمك؟ أحمد أحمد وشين نكتتك أحمد؟ واحد كان يسوق طنوبيل ومادد الأكسيدان وكانت في كماحة عينيه ومادد قال لشكولي عندك منعبية البيضاء يضربني هو أمبر الأرباق؟ برافو 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 أروحي بنتي تعالي هو اسمك بنتي؟ ياسمين ياسمين حكينا نكتتاك؟ عندك ما قولت فضلي بنتي علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي فيه ما قد أحرز الشرف العلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بعرف فأفصح العلم إفصحا وقال له بأين الله اتصف فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف فأقول العرب يزيدنا علما برافو برافو وقال رب يزيدني علما أروحي بنتي تعالي يالله تفضلي واسمك؟ كاوثار كاوثار رحكي لنها واحد النار واحد الطفلة قال لي ما روح يقضي لي قال الثاني رايحة تتلاقى ساكي روحي راح تشرف الملحن وتيبه الحلوة تشرت كثرة الخبز اللي قد تجيبيه ولي قد سيد جبته حلوة تشرت كامل حلوة برافو 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 وش رايكم؟ واسمك بنتي؟ يارا عندك نقطة ولا وش عندك؟ أحكي لنا بنتي؟ أحكي لنا نقطتك؟ وش؟ واحد كان يمشي يمشي ومبعد؟ طاح واسمه؟ قولي يارا برافو برافو بنتي برافو أروحي تعالي أروحي واسمك؟ أمينة أمينة حكي لنا نقطتك أمينة؟ كان وحدة طفل مع ماما هاتك طفل طحت له حبه شبسة جاه يرفضها قتلوا يمه خلاص كلها الشيطان وماذاك مشا مشا طحت له حبه زيتونة جاه يرفضها قتلوا يمه خلاص خلاص كلها الشيطان طحت يمه في حفرة قلها قتلوا قتلوا رفتني يا وليدي قتلوا خلاص كلك الشيطان وانتي اسمك؟ بشرة مروة دراج اسمك بشرة ولا مروة؟ اسم بشرة اسمك مروة وفي الضريعة توليك بشرة هيا مليح مليح وش حبيتي تقول لنا؟ حديث حديث يلا بنتي تفضلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خبيبتان على اللسان تقلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبعمره سبحان الله العظيم برافو برافو سبحان الله العظيم يا أطفال كنت تحت عليكم لغز يلا التحق بالمكان تاعك ما هو الشيء الذي يطلبه الناس إذا غاب ويهرب منه الناس إذا حضر؟ عرفتوه؟ تعال أروح وليدي أروح أروح تعال واسمك؟ أحمد، وش هو الجواب؟ الشمس الشمس؟ لا لا مشي الشمس أروح يا بنتي وش هو؟ الزلزال الزلزال؟ آه يطلبوه الناس إذا غابه يحبوه يجي لا 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 هذا الشيء الناس يطلبوه كيغيب ويهربوا منه كي يجي أروح يا بنتي وش هو؟ المطار المطار عبدي ها قولي لهم؟ المطار المطار برافو بنتي واسمك؟ منال منال أوكي نقعد معي منال إحنا اللي يجاوب على السؤال على اللغس تعموه يا زيد اللي هو اليوم ما هو الشيء الذي يطلبوه الناس إذا غاب ويهربون منه إذا حضر؟ هو المطر يعني كي ما يكونش المطر؟ نحتاجوه في الزراعة وكما يطلبوه الناس يديروا سلاة الاستسقاء أو كامل يحبوه ولكن لما يتحشتين هربوه من هكذا باش نتخباوه يا أخي إذا عمو يزيدي هديلك قبعة معها عمو يزيد تحميك من أشيعة الشمس الضارة ونهديلك كذلك سيدي معها عمو يزيد من حقي الطفولة إن شاء الله تستفادي بهم بنتي ولا تفضلي بنتي بالتوفيق إن شاء الله بالتوفيق بالتوفيق وأصلنا لحد الركن اللي نحبوه بزاف هو الركن عيد الميلاد عدنا اليوم عيد ميلاد دارين تعالي دارين أرواحي داغين دارين أرواحي تعالي 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 داغين أروحي بنتي تعالي إذن عيد ميلادها روحي تعالي شا درتي مسنا بنتي ربا برافو إذن أنا راح نغنوا لدارين عيد ميلادك أحلى عيد وانتوما أصدقائنا يروحوا يجيبونا لقاتوتا دارين إذن يلا هل تحقوا بيت عيد ميلادك أحلى عيد عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبلك عمر جديد الله يبارد فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارد فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد شرع يا ربي نميت سهنة وتعيش أيامها أفرار شرع يا ربي نميت سهنة وتعيش أيامها أفرار يا بانين يا بنات يلنطير فارونا نسأل مراح غني نفرح ونعش أحلى الأوقات نسأل مراح غني نفرح ونعش أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنت سيبناها للا حلوى يا محلاها بسمك أنت سيبناها للا حلوى يا محلاها بابا ما يدولوه وصحابه ويمرغولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوى يا جميل سنة حلوى يا جميل سنة حلوى سنة حلوى سنة حلوى يا جميل برافو إيضان داغين سبعة، ستة، خمسة، ربعة، ثلاثة، ثنين، واحد واحد يلا تطفيش معا برافو 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 لقبل مئة عام داغين بنتي مبرك عليك إذن يا أطفال أنتوما كذلك راح تخرجوا منا عمو يزيد يعطيكم شهادة هاد شهادة هي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد تحتفظوا بها كذكرى يا أخي راح تخرجوا يكونوا عندكم شهادة انتعكم هادي تعداغين بنتي تفضلي وانتوما راح تدوه معكم اليوم يا أخي وانا ما أبقى لإيلان نقولكم ابقوا على خير ستنونا في الأسبوع المقبل على نفس الوقت في نفس القناة باي باي نحبوكم لا تحزن وحن الوداء يا أصدقاء كل الأيام في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في الموعد الجديد مع عم يازين